هل الطرف الآخر الناس اللي هي دخل عليهم يعني دي عروسة جديدة اللي هتعمل كده الناس اللي موجودين هل ممكن يقروا تصرفاتها دي على إنها مش عايزة تتدخل معاهم قوي ومش بتحكي ومش بتعمل التصرفات اللي نيفتكت كلمة عنها دي بقى هي مش ودودة ومش مرحبة ومش جميلة ومش اجتماعية وكلام ده بس أنا نشيل الستات عندهم حكاة وكتير قوي فحكي معاها زي ما انت عايزة بعيدة عن مشاكلت مع العيلة وعيلة العيلة فأنت لما تحسي إنها أنت بتكلمي عن شغلك وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا وأنا المحل ده لقيت فيه كذا وأسعار وكذا وتحسسيها إن أنت قريبة منها ومتخبيش عنها في الأمور زي كده وأنا ممكن أجي معاكي وأشيري معاكي الحكاة وكتير حكي معاها في الطبخ حكي وجهة ستات كتير إنما عشان نقد نحك في مشاكل مع الآخر معاها أو أشجعها على القطيع بينها وبين حماتها أو أخت جوزها لا ده مش دوري طيب فيه نقطة تانية يا سيدنا لو أنا عندي ميزات معين عندي حاجات مميزة أنا بيها مش عندها أو مش عندهم زي إنه أنا بشتغل أو زي إنه أنا مثلا علاقتي بأسرتي قوية فكل شوية بيجيبولي مثلا هدايا معينة أو إنه أنا طبيعة حياتي بحب بسافر كتير فهنسافر معرفش إيه هما مش بيعملوا كده بنخرج نتغدى بره نتعشى بره هما مش بيعملوا كده كتر الحكاوي عن الحاجات الحلوة اللي عندي في حياتي حلو إن أنا أحكي هلهم ولا لأ أنا بشكرك دي حتدخلني في حتة الغيرة عند الستات لابد إن أنا وإنتي والمشاهد العزيز نبقى متأكدين إن الغيرة جزء من طبيعة المرأة خلاص فنبقى فهمين كده ست يعني نتغير وبعدين لازم أبقى أنا حريصة وفهمة في مواطن الضعف وقدر هي ليه بتغير زيادة شوية فعشان أخد بالي منها وأرعيها زي ما قولنا قبل كده كتير بتغير من الأكثر جمالا من الأكثر في الإمكانيات من الأكثر تعليما هتغير فيبقى أنا ما هي بتشتغل وطاني ما بتشتغلش فمعودش أركز كتير على اللقات اللي أنا بتميز بيها عنها ببقى حريص إنه ما تكلمش فيها مش كده وبس ممكن الغيرة بتزداد لما البنت دي غلبانة تفتخد للمعاملة الطيبة من جزها مثلا جزها قاسي وابا ما تجيش تلقى الحمد لله يا حبيبتي ده أنا جزها حنيل ده جاب لي وعملي و برضو هتغير بسبب الفرق في الإمكانيات بين الاثنين جزها إمكانياته محدودة وهي جزها إمكانياته أعلى عمالي يجيب لها ويودلها فبرضو عايزة حرص ما تكلمش عن ده كتير برضو في نقطة تانية مثلا ربنا اداها عيال وهي ما عندهاش عيال فأتعامل إزاي في الموضوع يبقى إزانا حبيبتي أنت بتشوفي إيه الأسباب اللي بتمثل عندها نقط نقص فما تتكلميش فيها وعمل عكسها بمعنى هي ما عندهاش عيال فأنت دايما خلاتي تشغل بعيالك وتهتم بعيالك وأوعي تقولها أصلهم ناموا وأصلهم بيذكروا وأصلهم يعني خليكي عندك نوع من التضحيات كتير ده أنت ممكن توسع أطفالك روح يا ولاد صباحة لطنت وانت نازل دي أم وعيا فبتشجع سلفتها المسكينة اللي ما عندهاش عيال مش بس ما تغرش وما تتعبش إنما تعيش الأمومة في أطفال سلفتها ودي تبقى إنسانة حكيمة فبرضو أنت من فضلك عندك ربنا مديك إمكانيات يبقى إما ما تفتخريش بإمكانياتك وما تظهريش كتير بإمكانياتك يعني جلدها جبلها دي يا دهب ولا غيره حبكت يعني إنك تنزلي بيها شيف جبل إيه هو أنت حتمش في الشارع كل واحدة حتقابك حتقوله شيف جزء جبل إيه طب ليه أنت بتجرحيها هي غلبانا غزة ما يجبلهاش فبرضو نبقى حرسين وبالعكس الأخت السلفة الرائعة دي بقى عندهم فرح هتقول لها يا نادية تعالي أنا عايزك وتاخدها تفتح لها طلابها تشوف حبيبتي اختار إيه ناسبك في دول الاستخدمين تشوف الشنطة دي جايز تناسب معه في الصناك اللي كان عندك إدتها إحساس حكتي حكتك فالبنت التانية غلبانا لما تبقى عايزة تعمل مشوار هتتطر على سرفتها فبدل ما تغير منها تحبها وحاشت هي معين لها وبقول لتنين واحد دي السلفة الحكيمة اللي تعمل كده علشان تمنع أي مصادر ممكن للغيرة فتشي إيه اللي ممكن بسببه تغير منك احرسي اعمالي عكسه عشان تقدري تدويبي هذا الكلام على قد ما تقدري وبعدين للغيرة وخاصة في حتة العيال خطيرة جدا يعني لعلنا نفتكر قصة سره هاجر يعني سرها قامة كبيرة جدا وهي اللي طلبت من إبراهيم أبونا إنه يدخل على هاجر وبعد ما داخلت يقولي كتاب كده ولما رأت إنها حبلة صغرت مولاتها في عينها خلاص بقت زيها راحت اشتاء ده مش بقت زيها ده بقت حسن منها فغلبانا راحت اشتكت لإبراهيم أبونا قال لي السر في معاها زي ما أنت عايزة النتيجة إيه برضو غيرت ستات الأولى غارت من غناها فأزلتها بنا عندي وقت وأنت ما عندكيش يعني هاجر بتغير من غنا سرها وأن هي السيدة الأولى وبعدين سرها بدأت تغير من دي عندها عائل وهي ما عندهاش في كتاب يقول في الآخر أزلتها القصة بتتكرر لعلنا نفتكر أيام يعقوب أنا برضو بركز على حتة الطفولة لأن دي مدمرة جدا المرأة اللي ما جابتش طفل بتتعب نفسيا جدا ولو ما جابتش أطفال واللي معاها جايبين أطفال تدمرها نفسيا لما نقرأ في أيام يعقوب يقولوا لما رأت رحيل أنها لم تلد لي يعقوب غارت رحيل من مين من أختها ما لقى دي أختها ولقى غربانا ما كانش بتشوف وكانش كلها وحش فيقوم ربنا يعني راعي وكان يعقوب مش عايزها وعايز رحيل وخاله وضحك عليه وحط له لقى قبل رحيل فيقوم ربنا يعمل التوازن فخلا ليه أتجيب أطفال الأول طب يا رحيل بص على جمالك وبص على حب جزك ليكي وما تركزيش على إيه اللي جابت طفل مع ذلك يقول الكتاب إنها غارت غارت من أختها وقالت لي عقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت شوفي التعبير وضقته اللي بيعبر عن الموت النفسي اللي جوه السلفة اللي ما عندهاش طب دي ما كانتش سلفة ده كانت أخت فما بالك لو كانت غريبة عشان كده حبيبتي لو عندك عيال وما عندهاش عيال خلي عيالك عيالها واهتم إن عيالك يزروها واهتم إن أطفالك يقدموا لها هدايا خليها تحبهم كأولادها هتحبك كأختها تاني خليها تحب عيالك كأولادها هتحبك كأختها